اختتمت فعليات التدريب البحري المشترك المصري الأمريكي النصري المدافع الذي استمرت فعلياته لعدة أيام بنتاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر بمصر وذلك بمشاركة عناصر من القوات البحرية المصرية والأمريكية وشاملت فعليات التدريب بعقد عددين من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم التدريبية بين عناصر القوات البحرية لكل الجانبين كما نظمت القوات المشاركة معرضا للأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب فضلا عن تنفيذ رماية مدفعي سطحي بالدخير الحية لصد تدمير الأهداف المعادية والدفاع ضد التهديدات غير النمطية كما تم تدريبه على تأمين سفين داتا شحنة هامة ومكافحة الحريق بالوحدات البحرية هذا بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة أظهرت مدى التجانس بين العناصر المشتركة في التدريب يأتي التدريب في ضوء تنامي علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية لتعظيم الاستفادة من القدرات التنائية لكل الجانبين وتبادل الخبرات في أسلوب تأمين مسارح العمليات البحرية ضد التهديدات المختلفة